اشتركوا في القناة الله بإذن الله سبحانه وتعالى هنتكلم بقى في المحاضرة دي عن تصطيب الويندس كور يعني آآ عليه جدل كبير من حتة ايه فيه ناس بتخاف انها تقرب من الويندس كور او يسطب عنده الويندس كور على اعتبار ايه يقولك يا عمو بقى وانا ايه اه اشتغل بقى الويندس بقى كوماند واين وكل شوية بقى ما اوز اعمل حاجة او ما اعمل سيرش على ويب سايت مايكروسوفت عشان ااخد الكوماند بتاعتها صدقني انا عايز يعني ابلغك بحاجتين اول حاجة السيرور كور تمام مش شرط انك تفضل تعملهم منجمنت عن طريق الكوماند لاين اطلاقا انا هعلمك ان شاء الله بازن الله في المحاضرة دي وكذلك في المحاضرة القادمة ازاي نقدر نعمل مانجمنت لي الويندس كور ترام دي او اي جرافيك تولز انتربيسز يعني عن طريق مايكروسوفت اديتك اوبشنز كتير تقدر عن طريقها تمنج الكور تمام ولكن دي او اي مش اطلاقا اه كوماند لاين على طول مش لازم تمام طب النقطة التانية ان انا عايز اقولك الكوماند لاين بتاع مايكروسوفت حصوصا الباور شاوي يعني ماكروسوفت عندها اما اي ما الوزس او شاوي فاخلب شغلنا في الكورس ده هيكون عال architecture والخSabature مس صعب تمام اطلقا احنا كمان هنتعلم ازاي نقدر نشتغل بهزر العديم وازاي نقدر نبحانج الف الكوoper شال والصوة دي كلها فدي حاجات ان شاء الله بإذن الله هناخدها في المحاضرة دي والمحاضرة اللي جاية وبعدين باقي بتتابع المحاضرات اللي احنا هنشتغل عليها بي كورس العبري سياسية تعالوا نرجع لي المحاضرة ونشوف اللاب بتاعنا طبعا زي ما قلنا محاضرة النهاردة بعنوان Installing and Configuring Windows Server Core من كورس MCSA Windows Server 2016 من تلك سبعين 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 واربعين ولو رحنا الى الابجكتيفز عايزين نحل لاب رقم اثنين لاب رقم اثنين بيقولك ايه بيقولك انا عايزة ان نستول DC Server 3 على ESXi Server 3 تمام تمام اه الرامات بتاع طوعة اربعة جيجا مناسبة جدا يعني لو احنا هتحط عليه رول مسلا تمام سي بيو اتنين سي بيو او اتنين بروسيسور برضو خمسين وتلاتين زي التاني والفي ام نت عندي هنا في ام نت تلاتة عشرين والحوست نين بتاعه عزين نعدله الى DC Server 3 مدل الى dynamic generated name اللي بيتكاريت ونديله الـ network IP ده ده وهو 11001525 على جتوي 11001 DNS هيكون ايه 11003 وDNS2 هيكون اربعة اربعة تلاتة اثنينات DNS3 هيكون تمانيتين اربعة تلاتة ونقفل الـ firewall عليه خلي بالك دي السفحة الاولى من الـ objectives فيه لسه سفحة تانية تمام؟ الفكرة هنا في ايه بقى اللي هو هنا بيقول لي صفحة تانية انا عايز اينستول تمام؟ الـ active directory domain services rule على DC Server 1 اللي احنا اشتغلنا عليه المحاضرة للفاديد عاديين نصطب عليه الـ rule بتاعت الـ active directory وعاديين نـ configure domain عليه اسمه demux-it.org تمام؟ هنا بقى انا عايز اوضح لك حاجة اوكي؟ فنطلع للـ webcam الفكرة هنا الحاجة اللي انا عايز اقولها لك الـ DNS انا قلت في الـ DNS configuration ادي له 11003 كـ DNS1 يعني كـ primary DNS IP address تمام؟ و ادي له اربعة تمانيات و اربعة تلاتة تلاتة هنا تسألني تقول لي يا ابا شوى عني ساحمة اشمعنا؟ هحط 11003 ارجع بلاشبك للمحاضرة اللي فاتم احنا 11003 اديناه لـ DC Server 1 صحة لأ؟ انا محتاج اخلي DC Server 1 يشتغل كـ D ان السيربر بالنسبة للـ core طب ليه الكلام ده؟ انا عايز ادخل الـ core على domain انا عايز اعمل domain والمحاضرة الجاية عايز ادخل الـ core على الـ domain فلما ادخل الـ core على الـ domain هقول له ان الـ domain هو debug.it.org طب الكلام جميل انا بكده بدي له ايه؟ name تمام؟ كده الـ core لازم يروح يسأل الـ DNS يقول له name ده الـ IP بتاعه كام؟ هل هيبقى من المناسب اللي انا اخلي الـ core يسأل اربعة تمانيات او اربعة تلاتة تلاتة تلاتات او او تلاتين او 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 اي public DNS server؟ لازم يروح يسأل dc server 1 dc server 1 هو اللي هيتعمل عليك domain طريق تالي لما كور ادخله على الـ domain لما كور ادخله على الـ domain لازم اقول له ان الـ DNS بتاعك هو dc server 1 اللي هو صاحب الـ domain ذات نفسه اللي هو لما كيجي تسأله تقول له هو دي ما افزلش ايتيده تقرج الايتيد بتاعه كام؟ بتاع الـ domain controller بتاعه كام؟ فساعتها dc server 1 هيرض عليك يقول لك ايه؟ اللي هو 11003 هيقول لك ايه؟ هيقول لك ان الـ IP بتاع dbugs-it.org او domain controller ده هو 11003 اللي هو انا خدتم بالكو؟ فانا لازم احط الـ 11003 في خيانة DNS server عند الـ core server ولازم يكون في الـ تمام كده؟ ما يكونش في الـ عشان لو حطاتي في الـ او الـ مشاكل بلين الـ server هتلاقي مشاكل طيب احنا نرجع بقى ايه؟ المحاضرة تمام؟ وهروح افتح الـ تمام؟ هفتح الـ و هقول له yes تمام؟ اوكي هخش على server اللي انا هصطب عليه DC server 1 DC server بتاع core بقى تمام؟ DC server 1 ده DC server 4 اسف تمام؟ ده انا انا هعمله ايه؟ هعمله delete تمام؟ لان انا ملعبتش محتاجه انا سطبته عشان اوريك التسطيب هبقى ازاي؟ لكن نفس انا بسطب قريدي اصعب الـ server خدتوا بالكو؟ فانا هلغيه وهعمل واحد من اول وجديد هيكون ايه؟ هيكون الـ core server خدتوا بالكو؟ فانا فقط بكارية مكان عشان اوريك تريد التسطيب لكن المكان ذات نفسه الـ machine machine already موجودة عندي تمام؟ طيب فبالتالي انا هروح اعمله ايه؟ اعمله power off اوكي؟ وعشان تمسح مكانة من جدورها يعني manage delete from disk وبعدين هنا yes هتروح create a new virtual machine تمام؟ و typical اوكي؟ وهحطه على مثلا 1 هنا وهقول له windows اوكي 2016 وهسمي ده DC server forward تمام؟ طبعا قبل ما اسمي الكلام ده عشان انتو شايفين لما كان جاي كان كاتب ما بين كده قصين اوان كاتب اوان ما بين قصين اوانتو لاحستوها يعني ممكن ترجعوا دقيقة ورا على الفيديو فالاول بس اخش عليه 6i minute و هقول له يا cd بس كده login فهنستنى شوية هيفتح دلوقتي اوه وهي use جدا 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 هروح من هنا بقى اقول له ام ما شئ و كمام؟ طيب ممكن نروح كده لداتا ستور بصد الفكرة ان هو يعني طبعا ما بيجيب لي وان يبقى فيه مكانة كانت فوق ده اسمي بس بس ده شايفين ده? ده اللي كان بسببها. آآ ماشي. تمام? لا ده انا اعمل له ايه? انا اعمل له جدا. ثم بعد ذلك بقى ايه? مسطب عادي جدا. آآ اقول له تمام? آآ لا اروح على وان يا سيدي. اروح هنا على احداشر اوكي. هنا نقليه على الفين وستاشر. تمام? وبعدين هنا خسامي دي سي سيربر فور. تمام? بايوس البروسيسور تو انتو. صح? الرام هنقليه اربعة زي ما هي. وفي متك تلاتة وعشرين كويس ماشي. واسكازي اوكي. وانا اديره هنا اتنين وتمانين برضو. عشان خانسين وتلاتين. ماشي تروح هنا على ايزو. اوكي. واقول له على تقريبا انا حاطت نسخة اهي. وبعدين هقول له ايه? هقول له وقول له فاوكي. فهو كده دلوقتي بيسطب هنا بقى يبدأ معنا بسرعة لان انا رفعت نسخة الايزو بدل من اللاب عندي. نفتع على طول على بتاستور بتاعة فبالتاني هو ايه? يعني مش هيخد وقت حتى ان شاء الله في فتمام. شايفين برضو خد سبحان الله يعني. بس سانوي ماشي. اه بس عشان الغي حتة دي اعتقد لو انا دخلت من خلال الجي سنتر. اه لأ مش ده بقى اكتب بتاعي. والدومين بس هيبقى مش دوت نت. انها بتفرق. تمام? اللي انا بدهقني بس لهو اسمه وان. عارفين انت ممكن تقول لي طيب ممكن تدس هنا ودس افتو. تمام رينيم اهو. بس هيرجع تاني هيرجع ياخد وان تاني. هل? فقد يكون لسه ممكن يكون لسه فاكر الايه? فاكر الباكر القديم. شايفين? اهو. حتى جاب عليه. تمام? لأ ده بقى معلم ما نعمل له ايه? وده هيبقى اسمه بس كده. تمام بس كده. كده خلاص مش هتغير الرقم بتاعه. وبعدين هنروح ايه? هتقول لي طبعا يا شوان دي ساحمد انت بتهتمه بحاجات دقيقة اوي انا بحب ههتم بالحاجات الدقيقة دي. يكون عندي ايه? تسمية واحدة بتأقييم معين الكلام ده كله. فالتنظيم برضو مهم ومطلوب. فااااااااااا. نختار هنا بقى ال ال داتا سنتر مش الستاندرد من غير دسك توبيك سميرز ده انت يرميك على الكور على طول تروح ناكست واي اكسبت الايولا وكاستوم وتقول له مسلا ده هتاخد منه خمسين جيجا تشغل لملوك طبعا اكي وهنا هروح اقول له هنا تمام وارجع تاني تمام هنا عايز اقول لك برضو حاجة انا هتطلق الايه السكريبت اللي احنا نستخدمها في المخاضرة دي هتلاقيها في الفولدر بتاع لا ممكن نخش تاني هتلاقي اهو وانا هتطلق الايه المخاضرة اللي فيها السكريبت بتاعها ادي السكريبت اهو تمام الفكرة لو انت فدخلت على اللينك بتاع الميجا يعني انا فتحت اهو سفحة القورس البلاي لست على اليوتيوب تمام فهتلاقي اهو انا حاطت دوس على اللينك ده تمام فلو دوسنا عليها يوديني للايه يوديني للفولدر اللي فيه تمام فنستنى شوية اهو حلو فلو رحت على سكريبت ستلاقي اهو السكريبت موجود اهو تقدر تستفدي وتستخدمه تمام الفكرة بقى اللذيذ هنا في حاجة بقى الامر اللذيذ هنا في حاجة ان انا جيت اعملت مسلا اي تشينج هيسمع عندك على طول يعني انا جيت اعملت هنا مسلا نيو اهوكي انا نيو فولدر تمام كده اهو شايفين بيتكاريت تمام فاي تشينج انا بعمله عندي على الفولدرز بتاعت الام سي اس اي ايه بتتسمع عندك الريدي فلو انا عدلت حاجة جوه السكريبت هنا هتتعدل عندك عادي تمام طيب ده كلام جنيل هو طبعا وصل الواحد عباين في المية بيكري ما شاء الله اهو تمام فده طبعا الايه الحاجة اللي انت هتستفد بيها في في الكورس عموما اي تشينج احنا بنعمله بيسمع عندك في في المتاليالز باردو نفس القصة احنا ملا لحد الكورة تلاقي اهو البوربوينت تلاقي الجايدز بشكل صور جاي باتج اوكا واوك واوكا واوكاي استنىρέ الحدى ان ما يخلص وادي لو شافينا هو خلص اختبر تمام فاا استنى بقى ايه شوية لما اوكا وخلاص خلص بس طبعا ما فيش هنا صفحة اللي بيطلعوني هو ايه ده بيقوللي تمام فهدوش كده اوكي ثم اكتب الباسورد بتاعتي تمام وهنا برضو هدوش تاب خلي بالك عشان ايه تنزل تحت تمام وبعدين ادي الباس اوكي احنا دلوقتي كده خلاص على صفح الكماند تمام الكماند بتاعت ايه لو انا كتبت كده اسمه اسمه اهل تمام طبعا عندك طول جميلة تقدر تستخدمها في البداية لو انت عايز تزخن بس انا مش هشتغل بها لو ادست كده تمام يعني عايز بقى ايه ادوين اهو الكمبيوتر نايم عايز مسلا لو انا عايز غير الكمبيوتر نايم هدست اشان انا ملوك ثم اتو تمام انتر نيو كمبيوتر نايم حلو يعني كانسل لو دست انتر يعني بقول له كانسل انا طبعا مش عايز ادخل كمبيوتر نايم عن طريق فلو انا عايز اخرك برة طبعا هتلاقي هنا اوبشن اللي هو ديسكتاب هنا ممكن تعملو تمام هنا مسلا بيقول لك يعني مش محتاج راغي كبير اوكي طبعا عايز اعمل اجزة تدوس خمستاشر انتر تمام طيب كلام جميل ااااااااااااااااااااااااااااااا انا انا ادلوقتي اعايز اوكي هو اطالب مني طبعا كشوقت حاجاتي يعني اناørي مثلا في ريكوانش اوكي انا خلاص لديتو اللي بتاقتřيو نايم بتاع blue bound فهل اقدر اغير القصة دي الاجابة ايوة تقدر تمام بس لو انا عايز افتح الـ اول يعني انا اقدر اعمل الكنان ده من الـ او اقدر اعملهم الـ لو انا عايز افتح الـ اما هكتب الـ اما ودوس تمام كده دخلني على صفحة الـ يعني كده قلاص الـ اشتغل معاك ولكن هو وبعدها الايه الـ اللي انت جواه لكن انا مش عايز اشتغل بالشكل ده اطلع اجزت كده اطلعت الـ او ممكن تروي تمام ودي الافضل فممكن نعمل هنا تمام نحس ايه في كده ايه في ما بينهم كده رف هنا اهو الويندو تمام كويس اقدر اوليك اي حاجة من هنا ممكن اوريه لك من هنا طيب كمام جميل انا دلوقتي هفتح الـ الـ تمام فهنا بيقولي الـ تمام هنا الـ تمام كده طيب ده كلام جميل نشيل بس الـ طبعا اي تعديل انا بعمله هو بيسمع هناك تمام ممكن تكتب كده في الـ ثم الـ طبعا انا هقول لكم حاجة صعب جدا ان انت تحفظ كل الـ تمام فلذلك انت بترجع الى شخصيا لما بحتاج حاجة تمام برجع لموقع مايكروسوفت ابحث عن الـ اللي لازم عن حاجة معيالها وقوم عمل لها سيفينج تاكست على اعتبار انه ممكن استخدامها قدام فهي مش زي ساسكو لانه صعب ان انت تنافيجيت ده الكوماند لاي متاع مايكروسوفت حتى عارفين لينكس اسهل يعني لو تتكلم كـ عن طريق الكوماند لاي لينكس افضل من مايكروسوفت ولكن يعني لن اكتب كده ندى عرينا مكروسوفت لو دوست تاببه لانه صعب يكمل لك الكوماند زي الساسكو طيب و بعدين هقول له ايه وبعدين هنا هقول له البرسنتيج ساين كمبيوترنم شايفين انا كأني بقول له قمي؛ وكومبيوترنم يعني بدل ما اكتب الـ يعني بدل ما اكتب الـ يعني بدل ما اكتب ده انا قلت له روح ايه روح اخذ الكمبيوترنم ده ثم 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 سمي بقى تمام اتمنى تكون اه لا احنا كده ماشيين تمام وبعدين هندوس ايه انتر اه انا بيقول لي ايه يعني مسلا حاجة زي بيقول لك دي بتعتمد يعني بتعتمد تمام كده واسم الماشين نيم دلوقتي هيكون ليه تغيير شامل تمام تغيير قوي اقول له او كده خلص خلص طب لو انا جيت كتبت هوست نيم الهوست نيم ككماند ما ورش الا او كماند لاين يمشي طبعا هنا مفيش هلو فاكرين الكماند اللي ورت لكو بتاع الريستارت اسمه ايه شاوت داون سلاش ار تمام يعني يعني ريستارت باي ديفولت باي ديفولت وبيعمل ريستارت بعد عشر سواء بعد تلاتين ثانية تمام لكن لو اعيز بقى اقل من كده داش تي وقت بايه زيرو مثلا وبعدين اقول له داش سي وريني الماسج اللي هي ما اشتغلتش معايا الماسج اهي مثلا دي سي سيربر ده ماسج هتظهر اول ما انا براستار تمام كده وبعدين ادوس انتر على عشر خلي بالكو اوقات الماسج دي بتظهر اوقات لا فاحنا حظرها معا او برشه هي ما ظهرتش انو مفترض يظهرها تمام ولكن انيوي هو دلوقتي ايه بيرستارت شايفين خلص خلص يا جماعة مفيش ميخدش وقت تمام فهروح هنا او ابعت الالت كنترول انسرت و هدخل الباسورد بتاعتي وانا دخلت تاني هقول له برضو ستارت باور شيل تمام طب ازاي اقدر تمام اعمل اعادة تسمية من خلال باور شيل ده عن طريق بصوا يا جماعة باور شيل بيعتمد على الجاترز والساترز الجاترز والساترز دي اه جات يعني انا عايز اشوف حاجة او هاتلي يعني تغير حاجة معينة وبيعتمد طبعا على بعض الفرامترز التانية بس الستارز والجاترز وهم دول يعني ايه اشهر حاجة تمام بس لو انا عايز اغير الاسم مش ست مش ست مسلا كمبيوتر نيم لا هنا حاجة اسمها رينيم تمام رينيم ودوش تاب دوش تاب كده رينيم كمبيوتر لو دوش تاب تاني هيغير شايفين تاب تاني هيغير رينيم ايتم رينيم ايتم لو انا عايز اعمل خدتوا بالكو يعني مسلا ايتم بعدها ايه بعدها يعني قبلها ايتم عايز اعمل دوش تاب مرة تانية يرجعك قبل كده تاني يرجعك تاني يرجعك خدتوا بالكو وبعدين هقول له ايه داش نيو نيم تمام كده هيكون ايه دي طبعا انا يعني طبعا انا كثب لكم برضو تأشيركم ايه اسوا تمام وبعدين اقول له داش رستارت الاو انا عايز اعمل ايه يرجعك ايه بعد اما ايه يعمل ايه تمام انا اقول له هنا داش رستارت اوكي طبعا لو انا دست انتر هيجيب لي سكيب كمبيوتر دي سي سربر 3 و نيو نيم كزا بكوز نيو نيم اتدخلته اتدخلته اسا السيم تمام طيب لو انا انا وردك ازاك تعمل رستارت من الكوميند لايك لو انت عايز تعمل الستارت من هنا تكتب الستارت كمبيورر عدد ندوس انتر تمام؟ طيب كلام جميل ده الفكرة لو انا بقى عايز اغير الائي بي اه اه عندك يا معلم كذا طريقة تمام؟ ممكن تكتب كده ناتي سيتش ناتي سيتش ده موديول داخل الكماند لاين تقدر عن طريقه لو دخلت كده انتر وروحي دست كده شفت على انت استفهام يعني تقدر تغير شرط حاجات كده ايه اه مسلا تقدر تغير تمام كده مش عارب ايه الانترفيس والكلام ده كله ممكن تعمل تمام؟ تقدر تعمل من خلال ناتي سيتش كزا حاجة تمام؟ فانا اقدر اغير الائي بي اني اكتب ناتي سيتش وبعدين انترفيس وبعدين اي في برجان فور ثم اي في برجان فور تمام؟ طبعا هنا انا حاطيتلك انا مجلبش عليكم انا مش فاكر تمام؟ لانا مفيش تاب هنا انا مجلبسكم بس تعمل التاب على طول هنا ثم بتاع الانترفيس بتاعت الانترفيس تمام؟ ده مقدر اجيب الانترفيس بكزا طريقة ممكن من خلال تدخل كده جد اجيب لك اسم الانترفيس اسمها او ايه 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 او ممكن من الارتشب من الكوماند اللايين تكتب شه او اسه ايه ادرس داشم تكتب ثم بعد ذلك يا تكتب الي ايه ادرس تقلاق عبادين الانترفيس ادرس بعدين الانترفيس ايه بعدين الانترفيس ت ايه ايه اقاقل الايه کوالز لانترفيس اترنت زيرو تماماءت NASA بعد ذلك هاتكتب ايه الادرس بتاعتماد تمام؟ هتكتب المعلومات بتاعتك اللي هو طبعاً لنرشيكم دي وتدينه الائي بي بتاع اللي هو 1100 و 25 3550 اللي هو 16 و هدي الجتوية بتاعك أو 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 ممكن تكتب من تحت تمام؟ تكتب كده تمام؟ لا مش تمام؟ 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 tick تمام؟ 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 تكتب رقب الانترفيز هو رقب بتاعه هنا كان تلعت تلعتك يعني ممكن تكتب هنا تمام؟ أو انت ممكن تقول له طويل انترفيز الياس تمام؟ اسم ذرو تمام؟ الافضل انت تستعمل ايه الاندكس وبعدين هتقول له ايه الادرس اسف 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 هو داش اي بي ادرس تمام وتدخل الاي بي اللي هو 11005 ثم داش هتدخل هنا اربعة وعشرين سلاش اربعة وعشرين وبعدين هنا هتدخل بتاعك هنا 11001 يعني انت ممكن تستخدم اللي الفوق او ممكن تستخدم اللي تحت تمام فطيب انا هقول اوكي انا استخدم اللي تحت تمام واممكن اقول له كده ها ا ا ا ا قريني ال تصف 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 بتاعam?" هجب لي تقريبا نفس المعلومات هنا عي statistود بالان بدوره 005 احضر لي كده مش هيجيب لك الصبمت هنا مش هيجيب لك الصبمت هنا في ده عيب الكومندده انا يعني يؤخذ على الكماند ده انا هو ما بيجيب لكش الـ subnet ولكن الـ 11001 تمام ده الـ gateway وطبعا ده دي ناس IP version 6 لان هو الريدي عليه IP version 6 طيب لو انا عايز اشوف الـ DNS هروح كده IP config slash all تمام اللي هو انت بتدخله برضه على الكماند line عادي هتلاقي مفيش طبعا هنا دي الـ DNS بس انت هتلاقي هنا مثلا الـ prefix او الـ subnet mask اهي وانت تقدر طبعا بتستخدم الكماند اللي فوق طبعا الكماند اللي فوق انا ما عدتش محتاجه لان انا خلاص اديت الـ IP عن طريق الـ powershell حلو اه اه لو انا عايز احدد الـ DNS تمام عندي طريقة برضه من الـ power shell او عندي الـ sething DNS ممكن من الـ power shell وممكن من خلال الكماند لين هنكتب ايه بقى؟ هنكتب net sh interface IP version 4 CNNIS كان في قبل كده بتكتب ادرس. لأ هنا دي الاسم. بعدين ايه? بعدين ايه? بعدين ايه? ثم الايه? بتاعتك. تمام? اللي هتكون اربعة مسلا هنا هقوله لأ حداشر زيرو زيرو كم? حداشر زيرو زيرو. آآ تلاتة تمام? وما ينفعش اكتب هنا بعضه. لازم ادوش انتر. هنا من نقط تعالى. آآ ناتة ايه? او في اي بي او في حاجة او استاتيك استاتيك استاتيك. تمام? استاتيك ثم انتر. طبعا انا عمل لك بقى الايه? الاسكريبت ده عشان ما تتلغبطشي. تمام? وانت بتشتغل. تخيل بقى استاتيك يعني ايه ما? حتا في سيسكو يقول لك ايه? او في يقول لك يشعور لك على الحتة اللي نقصة. تمام? هنا بيقول لك ايه? دا كونفيجرد دينيس از انكوريكت او دوزينت اجزاست. يقول لك 11003 ده انا مش شايفه. تمام? هل عين 11003? تمام? 1103 معمول. لكن انا اصلا ده يعتبر السيربر اللي انا يعني عملته. تمام كده? لسه اصلا مش دخل عالشبكة. حلو? فانيوي هو عمل تشيك اوب. شايف هو هل الاي في ده عند دينيس سيربس فملقاش. تمام? فبالتالي ايه? فبالتالي ايه? اه لا. طبعا ديسي سيربر روان لسه مدخلتوش على دينيسي سيربر روان لسه مدخلتوش على دينيسي تفوروجي. الماكنا بقى اللي انا عاملها اصلا. تمام? فبالتالي هو ما عارفش يوصل له ولكن هو عمله صايمين. كده كده اخلاهولك كده يس. تمام? طيب الكلام جميل. لوا انا عايز اخلي اربعة تمانيات كاستكلم بريب اعمل ايه? تكتب نفس الكماند ثم اربعة تمانيات لاتتسونة اندكس. ايه? ايه? ايكول ستو؟ طبعا هنا منفعش عندي. تمام? ااا اعتقد فيه كوماند. يزبط لك الجزئية بي ان انت تكتب دي ما نفعلش بس هي او اب تنفع تمام والله بجد انا بكلمكم بتنفع الكماند ده مش غلط تمام ولكن انيوي الكماند لا انا اوقت بيهيس اا هنا اد دي ناس سيرفر ماشي ادرس ماشي انا هو عايزك تقوله كده ايه دي ناس سيرفر وهنا بالسبت هنا اد تمام طب انا اسف لو انا جيت عملت هنا ان دي ناس عشان انا اعتقد اني نسيت الجوسي ايه دي برامتر انكوريكت تمام اوكي دي ناس سيربر بعدين هنا استاتيك ادرس اكوالس اه اوكي اا ادرس اكوالس على طول اوكي مفيش هنا استاتيك تمام اه هشيل هنا استاتيك تمام انتر المفترض ياخده بقى يعني. تمام? الستة بدل ما هتكتب اه ست دي اناس بعدين نيم هتكتب ايه? وبدل هتكتب ادرس ايكوالس طبعا او برضو معرفش يورس الاربعة تمانية. تمام? طب ليه? طب. هقول له كده بينجي على عماشر زيار زيار واحد. اللي هو الراوتر. هو مش بينجي اصلا على الراوتر. هو مش بينجي على الراوتر اصلا. يعني هو ملوش اكسس الانترنت. تمام? اه اشوف كده اه هو المفترض هنا على اترنت سبن تمام? اترنت سبن دي اللي هي اه نتورك ادابتر سبن. لأ اه سواني كده بغا اترنت تو ده بي امت سلاعتاشر. تمنتاشر ساعتاشر عشرين. واحد وعشرين اتنين وعشرين. ده لازم يكون اتنين وعشرين. تمام كده? كده المفترض يروح عادي على احداشر زيار زيار واحدة. وبالتالي اوه كده خلاص. يعني اوه برضو جاب لك نفس الراوتر مش حالي تطلع الانترنت اصلا. تمام? انا بيقول لك لو عايز اضيف ده اربعة تلاتة اتنينات هتكتب ايه? هتكتب اربعة تلات اتنينات اندكس تري. تمام? ادي اضافه. ما اجاب لكش اي ارور كده اعمل بتفعل عليه. تمام? ده? قلت له اربعة او حاج ايندكس فور. طبعا هنا بصوا يعني انا ممكن اعتمد لو انت بقى مش عايز تتلغبط. انت ممكن تاخد ده عادي جدا. مش عارف كيه. تمام? لو انت عايز تدخل البرائماري. اعتقد فيه اربعة او حاجة. ولكن ايه ايه? ممكن اقول له ايه? تمام? واقول له تمانيتين اربعطين. تعالوا مجرب كده هل هياخده في الانتر. بصوا. ده كده غير البرائماري. ايه ناس. شايفين? اهو. لا تمانيتين اربعطين. حطوا اندكس واملك المشالش. مشالش ده. تمام? مشالش ده. حلو? اه طيب لو انا جيت قلت له كده. طبعا لو انا روحت كده على النات اسايتش. دوست انتر. شفت على انتستفام. اه. هو اكيد. اكيد. طبعا اتلاهت دي ناس كلاينت هنا. اه. هنا في اد. وده اللي احنا استعملناه كفانكشن. هلو كده? اللي انا بتساءل فيه يعني. تمام? هل في حاجة زي الديليت? فهمتوا القصة? فهمتوا السؤال? هل في حاجة زي الديليت? لان انا مثلا عايزة شيل مثلا اه هداشر زيرو زيرو ايه؟ هداشر زيرو زيرو اه اه ثري. تمام? لكن لو انا عايزة خليه هداشر زيرو زيرو ثري عندي انديكس و انا هرجعه تاني. تمام? كده؟. تمام? كده؟. وموجود ولكن ترتيبه ايه؟ ترتيبه مش الاول. خدتو بالكو؟. ولكن ممكن نعمل محاولة نحن نخش على النات اسايتش. انا هتشكبت هل مفيش ديليت؟ اه اوكي ماشي اه اه في ديليت اهو شايفين؟ طيب كلام جميل اول يعني انا ممكن اروح في ديليت تمام؟ فممكن اقول له ايه 11001 ده اصلا تمام؟ واقول له ايه؟ هقول له بدل اد هقول له ديليت تمام؟ شايفين؟ ده اللعب بقى فا اهو ها كويس جدا طيب لو انا جيت عملت اي بي كونفيكس لاشو هلاقي 1100 اكيد 1103 مش موجود طيب لو انا جيت قلت له اه بدل اه هقول له اد اوكي اندكس وان طبعا هجيب لي نفسه بسانت الارور ان انا مش لاقي اصلا 1103 بس هو اقول لي هيديه تمام؟ فا تمام كده حلو اه لو اروح كده اي بي كونفيكس لاشو ها دي 11003 تمام موجود اهو طيب كلام جميل جدا ماذا بعد؟ احنا قراري دي خلاص ادينا له الاي بي طيب ممكن تدي له اي بي بطريقة تانية شوفنا ادينا له دي ناس اسف ممكن ادي له دي ناس بطريقة تانية لاجابة اه يعني تخيلوا مسلا لو انا جيت اعملت مسلا ديليت حلو يا هو ديليت ماشي اوكي لو انا جيت اعملت هنا ديليت ديليت تمام؟ هالغي كله هالغي كله تمانيتين اطار اربعة تمانيات وهقول له اربعتين وهقول له اربعة وحايد اربعة تلاتة اتنينات ولغي احداشر زيو جي تليم وهعلم ازاي تعمل الكلام ده من خلال بارشاو ازاي تضيك دي نيرس من خلال بارشاو هتلاقي الدنيا اسهل شوية من خلال البارشاو تمام؟ اه هنا مسلا اربعة تلاتة اتنينات وهيا سيدي فاا استكتشف يعني المعنى قبال لك انه مش مبول طب نشوفها كده سلشول كده اللي متبق اربعة وحايد اعشر زير زير فتعالوا بقى نلغي نلغي مين نلغي الديليت اهو ايوة اربعة واحد او هنا اربعة واحد تمام بصوا بقى فيه مشكلة هنا بقى لو انا جيت قلت له مثلا هنا ست دي نس كلاينت سيربر ادرس تمام وبعدين هقول له انترفيس اندكس ثري ثم هقول له هفتح كده وقفل بعدين تعالى في النص اعمل كده بعدين هنا اخط الاي تي مثلا ان هو 11003 تمام واخط اربعة تمانيات ممكن تخط اربعة تلات اتنين وممكن تخط ثمانيتين اربعتين هنشوف هل هيقبل ولا ايه بريد تمام يعني لسه ملاغيتش 11003 تمام فدي كويسة جدا اه لو انا جيت قلت له وهدي اهو الاي تي هات الضغط عنها طيب كلام جميل انا كده غيرت الاسم انا كده اه زبطت الاي تي زبطت دي ان اس وبالتالي لو انا جيت روحت كده من هنا على www.facebook.com اه اه اوكي عمل اهو ريزوف تمام اعتقد عمل ريزوف من خلال اربعة تمانيات طيب لو انا عايز اقبل الفايروول دقا الفايروول مقفول تمام تعالوا كده من ديشي سيربر وان ده نخليه اه نتورك ادابتر وان هنخليها على بيانات عشرين تمام وديله الاي تي بقى عشان اكونيكت منه على الكور تمام انا عمل ملف اردي بي اه مش عارف وارح فين بالزبط بس مش مش كده اعتقد الاقيه هنا 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 اردي بي كنترول سي كنترول بي تمام طيب ملف الاردي بي ده انا حاطت فيه يعني مدي لكل سيرفر لو انتو واخدين بلكم كده كل جهاز او مكان عمدي لها كرتين فيه كارت يعني كنت على الشمكة بتاعتم فيه كارت اه اه ده بيخش معه على ال جي اي سي تي بور جي الهدف من الوضعية دي ايه الهدف من الوضعية دي ان انا لو جد دخلت مسلا على تعالوا انا مسلا نفتح الاردي بي ده فالفكرة دي مميزة جدا وممكن تطبقها عندك بدل ما انت تخش بالمكانة على بدل ما انت تخش بالمكانة على البياموير لأ ممكن تعمل ايه تدينها كارتين فيه كارت اي فانات وان ده واخد اي بي جوا الشبكة اللي انت فيها مسلا سبعة وستين تمام ومفيش جيتوي يعني ايه مش هتطلو على الانترنت عن طريق كارت ده وبعدين تروح تشغل الريموت ديسكتوب وخدت بالك اهو هتشغل الريموت ديسكتوب اهو اللاعو تمام وبالتالي تقدر تخش على المكانة بتاعتك ريموت ديسكتوب من غير ما تدخل عن طريق ايه من غير ما تخش عن طريق البياموير تمام فده الميزة عشان كده انا امدي بكل ايه اه سيرفر او كل مكانة حتى عندي ايه كارتين عشان اكوننكت عن طريق الارد بي الدنيا تبقى اسرع من اني لو دخلت عن طريق البياموير ده الهدف تمام فاروح على ديسكي سيرفر واروح على ايه على اترنت زيرو تمام? واروح اتدي له ايه اللي هو احداشر زيرو زيرو تري بقى اوكي ادي احداشر زيرو زيرو تري و اوكي احداشر زيرو زيرو ون هنا بقى في الجيل الاس هقول له ايه هقول له هو اربعة تمانيات اربعة ثلاثة اثمينات وبعدين اقول لي اوكي اوكي و المفترض يخش بقى على الشبكة عندي يعني اه ده يعني هنا عشرين طيب كويس مفترض يخش اه دخل اهو تمام فلما اجاب لي نترك 2 اهو دخل فلو روحت على سي ام دي ولو روحت على بينج على 11001 ببينج اهو طيب لو انا جيت عملت بينج على 1100 ده اشتيه مش هيبينج ليه بيقفل بيقفل تمام طيب اعمل ايه بقى عشان اقفل هنا تمام ممكن تخش على خش على تمام كده وبعدين هنا ادوش شفت علامة استفاهمة تمام فهاختار اختار اوكي هنتلع فوق شوية كمان تمام طبعا انت ممكن تبص عليها من هنا بدل ما احنا نقض ايه ندور انا كده كمان مسجلها تمام هاتخش على سيت اول بروفيلز سيت اول بروفيلز ستيت اوف كل اللي هي اللي هي اللي هي البابليك لبرايبت البابرجاء البرايبيت البرايبت الدومين تمام فاخلي بالك هنا الاسيت اول بروفيلزOS اه ااول لذق افрем اهو دروس ايه اوكي تمام طيب بالمناسبة انت ممكن تعمل الكلام ده من بره تمام وبعدين همعلم هتدخل اه تمام طبعا هنا ما قبلوش تمام هنا ما قبلوش بس اه مش مشكلة يعني اه كده كده احنا ايه يعني الطريقة ان انت تخش على طريق الموديول بتاع هو هنا منفعش هنا منفعش الكماند واحد تمام انا واثق انه ينفع اه ثواني في خطأ اكيد انت هتقول لها مش مواندس انت مش مركز هقولك ممكن هكون بالفعل كده هو كده نفع خلاص لو عملتها اه اه او خلاص او كده بي ايه دي بنج لو جيت ترجعتها تمام كده مفترض هيقطع بعد الاتنين دي مش هتلاقي حاجة اهو شايفين وطيب اخليها زي نهية طب ازاي افتحه او احفل الفايروول عن طريق الباورشيل بص بقى هعلمك حاجة جميلة جدا تمام اه ممكن تكتب كده جد اه بروفايل بروفايل تمام انتر كده هيجيب لك الاوضاع يعني هيقول لك مسلا ان بالنسبة للدوميل الانيبل ترو يعني هيوشة لغاية بروفايل تاعدهمين بالنسبة لبروفايل الرايبت الانيبل ايه استرو تمام طيب كلام جميل اه لو ما انا روحت كده على اه بدأ الجيت نيت فايروول هقول له الست تمام بدأ الجيت نيت فايروول البروفايل بتاعي ايه هقول له داش بروفايل تمام هيكون والبوبليك والدوميل هقول له داش ايه ايه تمام او فولس مش او او اف وعطة لغبة هو او فولس او انا عايزة اخليه فولس فولس تمام وبالتالي ايه مفترض اهو ببنجه تمام فلو انا رحت ثاني جت اه ممكن انا طلع كده داش شد واو هلاقي هنا فولس اهو بدل مكان true تمام اااااا كويس جدا طب انا ايه الفرق ما بين بروفايل ال... ايه الفرق ما بين الثلاثة تمام عشان اوليك الفرد ما بين الثلاثة هافترض السيرفر الريدي معانا على 1100 كام 11003 ده الاي بي اسف 11005 ده الاي بي بتاع الكور سيرفر تمام لو في باكت جاي على السيرفر ده وجاي من جهاز موجود معاك نفس الشبكة ده بيخش كده في نتاق البرايبت ده بيخش في ايه؟ ده بيخش في نتاق البرايبت لو الباكت جاي من شبكة اخرى ده كده مبليك اما لو الباكت جاي من جهاز موجود معاك نفس الدومين او حتى الجهاز مش موجود معاك نفس الدومين كده بيطبق عليها بروفايل الدومين فهمتوا القصة؟ ده الفرق فاتعالوا نرجع مرة تانية فلو انا جيت مثلا عملت ايه؟ أخليه هنا اعطيه. مفترض كده ايه؟ البينجي هيوقف ده شتيجي. البينجي واقف تمام? طب. تعالا اقل له ايه? تعالا اقل له من تحت من الباورشيل على بتاع البرو فايل بتاع البيئة. اقل له مكتب ان يشغل و لا. يمكن نقف ثاني هو ده ما تسطب عليه الدومين ولا ايه اوكي طب لو انا جيت المفترض يشتغل والله بس انا وي يعني لو جيت التلو بابلك اه اسف انا فول سماشي يبقى كده ايه مش شغال طب لو جيت التلو بابلك تمام بابلك اشتغل ده غريبة كده كده مش جايله عن طريق الاي تي بتاعه ولا ايه فدي ممكن تكون مشكلة عندي تمام اه هو اعتقد مقبلش عشان ايه اقول لكم يشترط ان لازم برضو الجاهزين يكونوا شئتين بعض على الشبكة اللي هو النتويك ديسكافري تمام فهما وريلي اصلا مش شايفين بعض على الشبكة ان انا مفعلتوش بالنسبة لدي سي سيربر ون فهو بالتالي بيعتبر اه والكور سيربر بيعتبر ان دي سي سيربر ون جايله من بابلك لانهو برضو لازم يكون دي سي سيربر ون تفعيله ما بينهم وموما الانين وشيكين بعض عشان يعتبروا من برايبت ولكن ايه اه 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 اعتقد احنا كده تعالوا بقى نقفل كله كله كده وبالتالي كده كله تمام طيب انا كده يا اتبرا خلصت الادمنستوريشن بتاع دي سي سيربر ون وهقفله الوقتي ده اللعبة هيجي على دي سي سيربر ون وعايزين نصطق الايه الاكتف دايركتوري على دي سي سيربر ون تمام فبالتالي هروح هنا على سيربر مانجر تمام هروح على هروح على هروح على تمام؟ نفس الخطوات زي ما انا عملت المرة اللي فاتت مع الاي اي اس هنا حسلكتها just على ايه? add directory domain services. الفكرة بقى اللي انا لو جيت عملت selection هنا هيسطب دي الناس سيرفر معايا برضو. خلتوا بقى لكم لابد ان لازم يكون متسطب معادي الناس. حتى لو انا ما عملتش selection هيسطبه اجباري تمام كده? ماشي هنا اي دي تمام هنا confirmation restart وبالتالي هقول له ايه? تمام؟ فانا هستنى لما يعمل installation اعتقد هو مش هياخد وقت يعني. ودي كده هو خلاص خلص configuration required بس بيقول لكي configuration في عاجات لازم اعملها. هنا بقى اه 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 برموت دي سيرفر ت تو اه دومين تونترولر بس قبلها هروح الى اتروز واروح كده هتقول لي يا رشوان دي ساحنا اساح ما بجدي ان ناس ما تسطبش اقولك ايوه ان احنا لما نعمل ده برموشن انو يشتغل كدومين كونترولر تمام كده فا بالتالي ايه? بالتالي هيتسطب دي الناس. هنا بيقول لي ولا ولا يعني انا بكريت دومين بتقدر تقول عليه كده اسمه ده الاولة دي لكن مسلا ممكن مسلا ده اعمل منه اللي هو مسلا يكون مسلا او دوم داش وان دوت داش اي تي دوت او ممكن دوم داش تو دوت داش اي تي دوت او ده ده يعتبر وانا باد نيو دومين تو ان اكزيستن فورست تمام لكن انا كريت فورست من اوله جديد انا ما عنديش اصلا فورست تمام اللي هو ده الابشن الاولاني ده لو انا هعمل باك اوب دومين تمام لو انا هعمل لكا او عندي دومين موجود وفي موجود وهعمل او consent او ده في حال سنعملت وهنا اقول له الباس بتاعتك. اهي. اقول له next. الديلجيشن فور ديس ديميس سربا كانت بي كرياتيب بكاوز افورياتيب. مفيش اصلا ولا اي تنجان. ده لسه اول حاجة عاملها. تمام? ده طبعا لو انا هاكسس باكاونت على دومين عندي طريقة من اتنين. ممكن اكتب اسم الاكاونت ات ديباكز داش ايتي باي. دوت اورج. او اكتب باكس لاش واكتب الاسم. ده تمام? فبالتالي اروح. اخليز اما هو ديباكز داش ايتي وارروح next. تمام? اه تمام ناكست ودلجتي بيعمل ودلجتي بيشوف بقى المتطلبات المتحققة قبل ما ابدأ الانستوليشن ولا لا? اتس اوكي اند انستول. هنستنى شوية هنستنى حب حلوين يعني ان عشر دايق الهبع ساعة ونرجع مرة تانية يكون هو خلص. تمام? ونشوف بعد اما نخلص بقى ايه وصلنا لايه بالزبط. زي ما انتم شايفين هو افل تاني عليه. اا اوكي ياس ادعلاي وتاعت فلو انا رحت كده على و طبعا انا عايزة اشوف في دين اس رول تسطبت ولا لا فبالتالي ممكن اروح من هنا تمام شايفين دين اس او طب لو انا رحت شايفين تمام طيب كده خلاص الدومين كده تسطب لو انت فتحت ده بقى المانجمند كونسول اللي انت من خلاله بتمانج ال او بياخد وقت شوية على ما يفتح اهو تمام بتاعي اي حاجة بقى شكل بس فيها العلمة دي ده او تمام انا اتكلم عن الكلام ده ان شاء الله او في التراك الثالث اخيرا خلصنا اللاب العملاق لاب رقم اه اه يعتبر ده بقى لاب رقم اتنين تمام ولكن هو بس ايه اه مش مترقم صح بس انا اقول لي عدلته اهو تمام وحتى عدلته كمان ناتر كنكشن بيه من اتنين وعشرين عشان يبقى مطابق للتعديلات اللي انا قمت بيها في اللاب ده اه انا انا بفضل الله اعطى برقم الله اشتركوا ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة